السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس الكمورية وسيد رئيس الوزراء وسيد الوزير المحترم المبجل الدكتور طري شوي أحب أشكر حضرتك شكر على الملأ على الملأ بشكرك شكر كبير وعظيم جدا شكرا لك شكرا انك بمرت ولادنا شكرا انك حطمت أحلامهم شكرا لحضرتك بس انا عايز اسأل حضرتك سؤال واحد بس ويا ريت تجاوبني عليه بالله عليك تجاوبني عليه انت بتعمل في ولادنا كده ليه انت وصلت ولادنا للحالة دي ليه مش عايز تعليم في مصر قفل المدارس قفل الجامعات وقل ما فيش تعالين قل ما عايز حد يتعلم مش عايز الناس في البلد مش عايز ده كاترة مش عايز مهندسيين مش عايز ناس محترمة ولا عايز ناس فشلة وانا انتشلهم لك لكن حرام عليك حرام عليك حزبي الله ونعمل وكيل فيك حزبي الله ونعمل وكيل فيك وانت الوكيل المتصرف وبقول هالك على الملأ ومش خايفة ومستعب ده لأي مسألة ومستعب ده لأي محاكمة عشان انت دمرت ابني لما ابني يدخل من باب الشقة منهار ويقول لي انا ضعت يا ماما انا فشلت انا مستقبل الضاع انا مستقبل تحطم ليه ليه حرام عليك وكل الطلبة وكل الشباب المنهارة دي النهارده عشان ايه عشان ايه وعشان مين نفسي تجاوبني وتقول لي استايد رئيس السيسي انت سايب ويعمل فينا كده ليه ايه المصلحة للبلد اللي بيحصل فينا وفي اولادنا ده المصلحة في ايه انا عايز افهم انا عايز افهم لما شاب زي الفل انا ابني متفوق من صغره من اول مكان في المدازم من كيجي وهو الحمد لله بشهادة مدرسينه وبشهادة كل الناس طب طالب خلوق ومحترم ومتفوق لحد ما دخل سانه ويعام عشان يحقق حلمه عارف حلمه ايه حلمه يخش كله اتهم بسه ويخش كله الفانياء العسكرية عشان يخدم بلده ويخدم وطنه انا ابني مش طالب فاشل من طلب الفاشل اللي حضرتك بيتصرب له من الامتحان كل يوم كل يوم الساعة 10 ونص الامتحان بيتصرب انا ابني ما بيخدش مع الموبايل انا ابني متفوق انا ابني بطل مصر 4 سنين اسأل عنه وروحي النادي اسأل عنه ابني بطل عرب اول عرب واخد بطلط العرب سنة 2020 وممثل مصر في الكويت يعني بل ادب محترم بل ادب خلوق بل ادب متفوق بتعمل فيه كده ليه هو وكل اللي زيه ليه عشان مين وعشان مصلحك مين وعشان ايه حرام عليك حرام عليك انا باختصبك عند الله انا خصمتك عند الله يا طريق يا شوي منك لله منك لله ربنا يتاين منك يا رب واشوف فيك آية ان شاء الله اللي انت عملته فينا وفي ولادك وان شاء الله ربنا هينصرنا وان شاء الله ربنا مش هيديع ولادنا دول وهيعوضهم خير وبقول لك تاني حاذبي الله ونعمل وكيل فيك حاذبي الله ونعمل وكيل فيك على الحالة اللي ابني جاديها من الامتحان عمري ما شفته كده عمري مش كل عمري باشوفه انسان قوي طول عمري باشوفه انسان مجاهد ومكدهد وبيحاول عشان يوصلوا عشان عملاء ده محترم انت دمرته دمرته ولا هستنش هسيبك ومش هفكد وهفضل هدق عليك ليل ونهار في كل صلاة وفي كل وقت وفي كل قدان حاذبين عليك وهادق عليك وعلى كل اللي عمل في ولادنا كده وكل اللي تسبب في تدمير ولادنا منكم لله وبطالب السيد الرئيس عبدالبتاع السيسي حرام عليكم كده لو سمحت خد كرار اعمل حاجة احنا ولمنا بنجيعوا احنا بنجيع احنا حرام لنفسنا من حاجات كتير استناجي احنا تعبنا قوي انا واحدة من الناس كنت ماركو دروح لالدكتور عشان اوفر بلودة الدهز الابني حرام عليكم حرام انا عاملة كل يوم شجوة في القاسة الوزرق كل يوم اعمل شجوة بعد ما فيجي بالامتحاد ولا حد اقلي اي حاجة ولا حد الفجن بأي حاجة ليه ليه وعشان ايه وعشان مين لمصلحة مين انا عايزة افهم حزبي الله ونعم الوكيل حزبي الله ونعم الوكيل وانت الوكيل المتصرف منك لله يا طريق يا شوي منك لله ومن كل واحد حط اللي متعمل منك لله